متتبعي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 91 تقويم نهاية الأسدوس الثاني L'exercice 10 La forêt est une ressource naturel الغابة مورد طبيعي Je cite quelques objets fabriqués de bois أذكر بعض الأشياء التي تصنع من الخشب فالخشب نصنع من الأوراق كذلك الطاولات أيضا الأبواب كما قلنا الطاولات دي طابل دي طابل دي طابل دي طابل دي طابل دي طابل الأوراق التي تستعمل في الصناعة دي طابل 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 ديز عربر خشابو الاشجار لبوى ديز عربر لكسيون سي جو مانتر سكي سپرو دويرا سي ست فابريكاشن دور لانتان جو مانت غدين بيين اشنو غدين يوقع إلا بقاج هاد صناع مودة طويلة دونك إلا بقنا كنصنعو بخشب الاشجار الاوراق وكنصنعو منهم ايضا الكتوب وايضا الجرائد فاشنو ها يوقع تظاهور الغابة يعني الغابة ما يشتبقى كذلك تقلص عدد الاشجار وتظاهور الغطاء النباتي دونك لا ديمينيسيون دي نومبغ داغبغ ديمينيسيون 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 دي نومبغ داغبغ دي نومبغ داغبغ تقلص عدد الاشجار عدد الاشجار غادي نقصو كذلك لديستريكشショ دي نومبغ دي نومبغ لديستريكشنا لديستريكشا يعني تدهور أو لديستريكش então دامار ديز الريطاء النباتي لديستريكشن ديستريكشن De la Végétation La destruction de la végétation L'exercice 11 أرادت ساميرة أن تتجول في المناطق الخضراء والمحميات الموجودة بمدينتها فاقترح عليها والدها ثلاث وسائل للتنقل السيارة الدراجة الهوائية أو الدراجة النارية فاختارت ساميرة الدراجة الهوائية بحجة أنها صغيرة وتستطيع ركنها في أي مكان كما أنها لا تستلك الوقود أبدي رأيي في اختيار ساميرة وأعلل وجهتها نظري إذن فاختارت ساميرة الدراجة الهوائية بحجة أنها صغيرة وتستطيع ركنها في أي مكان كما أنها لا تستلك الوقود أبدي رأيي في اختيار ساميرة وأعلل وجهتها نظري إذن ساميرة هي بغت تدير واحد الجولة في المناطق الخضراء والمحميات الموجودة بمدينتها فاختارت الدراجة الهوائية يعني لذلك لا تحدث ضجيزا بعكس الدراجة النارية والسيارة إذن فاختيار اختيار اختيار ساميرة اختيار ساميرة اختيار ساميرة اختيار صائب كما قلنا صائبا صائبا لماذا لأن الدراجة الهوائية لأن الدراجة الهوائية لا تلوث الهواء لا تلوث الهواء ولا تحدث ضجيزا ولا تحدث ضجيزا اختيار ساميرة اختيار صائب لأن الدراجة الهوائية لا تلوث الهواء وكذلك لا تحدث ضجيزا قلنا بأن اختيار ساميرة اختيار صائب لأن الدراجة الهوائية لا تلوث الهواء ولا تحدث كذلك ضجيزا التمرين 12 تمثل الصورة أسفله تجمعا لصورة الشمس خلال كل ساعة ولمدة 24 ساعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية إذن فهذا الظاهرة هذه تسمى ظاهرة شمس منتصف الليل ظاهرة شمس منتصف الليل فشمس منتصف الليل مصطلح يطلق على ظاهرة ظهور الشمس لمدة 24 ساعة متواصلة في اليوم في المناطق القطبية ففي القطب الشمالي تبقى الشمس مشرقة لمدة 6 أشهر إذن فهذا الظاهرة هذه تسمى شمس منتصف الليل كما قلنا تبقى الشمس مشرقة في القطب الشمالي لمدة 6 أشهر متتالية ما بين 20 مارس و 23 شتنبير وكذلك الأمر في القطب الجنوبي حيث تبقى الشمس فوق الأفوق ما بين 23 شتنبير و 20 مارس إذن السؤال أليف أذكر في أي فصل تحدث هذه الظاهرة إذن تحدث هذه الظاهرة أي شمس منتصف الليل في أشهر الصيف إذن في أشهر الصيف في أشهر الصيف كما قلنا من 20 مارس حتى 23 شتنبير ثم أبين بما يدى يتميز النصف الجنوبي للكرة الأرضية حينما تعم هذه الظاهرة القطب الشمالي القطب الشمالي كيكون مضاء يعني دائما النهار لمدة 6 أشهر وفي القطب الجنوبي كيكون العكس إذن أما القطب أما القطب الجنوبي فيعرف فيعرف عكس هذه الظاهرة فيعرف عكس هذه الظاهرة أي أن الشمس أي أن الشمس تغيب لمدة 6 أشهر وفي القطب الشمالي في القطب الشمالي للكرة الأرضية فإن في القطب الجنوبي فإن في القطب الجنوبي يعرف عكس هذه الظاهرة أي أن الشمس تغيب لمدة 6 أشهر وبهذا ننهي تمارين صفحة 91 وذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها دائما على نفس القناة مكتبة التعليمية أتمنى أنكم تكونوا استفتوا طيلة هذه الظروس كذلك كانت من لكم عطلة سعيدة ونتلقا في السنة المقبلة في دروس جديدة خاصة بالمستوى الخامس كما سبق وذكرتكم إلى السنة المقبلة عطلة سعيدة وإلى اللقاء